خلينا نبارك طبعاً لبيرامدز النهاردة فوزه في هذه المباراة مباراة الكونفدرلية وفوزه طبعاً على نادي سفاقسي أحد الأندية القوية في الدوري التونسي وبالتالي طبعاً كان فوز مهم بيتصدر بمجموعة برسيد 9 نقاط بيرامدز النهاردة يعني بيأكد على أنه هو أحد الفرق القوية في هذه البطولة احنا بنتكلم 3 نسخ حتى الآن بيرامدز متواجد في البطولة الكونفدرلية يعني كان موجود في نهاية واحدة منهم وخرج في الدور قبل نهاية النسخة الماضية والسنادي طبعاً بيأمل الحصول على هذه البطولة وبالتالي طبعاً كان فوز مهم وبأكد على تصدره لهذه المجموعة طبعاً أمام حضراتكم بعد هذا الفوز بيرامدز في المركز الأول برسيد 9 نقاط ثم أهل ترابلس برسيد 3 نقاط في المركز الثاني ثم أصفاقسي برسيد 3 نقاط في المركز الثالث وأخيراً زناكو الزمبي بولا نقطة في هذه المجموعة وأكيد يعني كابتن أهاب جلال يعني خلاص الرجل عارف زي بيتعامل مع الفريق عارف نقاط القوة بالنسبة للفريق وبيشتغل عليها وأن أنت تاخد العلامة كاملة في ثلاث لقاءات ده شيء جيد شيء مهم بيعبر عن قوة بيرامدز في الفترة القادمة اللي هتكون متواجدة كلما المباراة بتكتر كلما اللعيبة بتندمج أكتر وفيه هارموني أكتر مع الجهاز الفني ومع بعضهم كمان في الملعب وده شيء برضو بنقول أنه جيد بالنسبة لبيرامدز اللي موجود أيضاً فيه الدور المنتاز بشكل جيد يعني كان في وقت ما الأوقات فيه النسختين اللي فاتوا بيرامدز فيه الكونفدرير ماشي كويس ولكن في الدوري ما كانش ماشي كويس السنة دي الوضع مختلف بالنسبة لبيرامدز خصوصاً يعني طبعاً إن احنا بنتكلم بيرامدز مركز إنه هو عايز ياخد بطولة مصاريف كتير أو يعني بنتكلم في دعم كبير جداً لفريق الكرة واللي هو متأسس على أساسه فريق بيرامدز ولكن لم يحصل على بطولة وهنا نقطة مهمة جداً بالنسبة لإقدار البيامدز إنه هي بتفكر بشكل كبير جداً السنة دي وإصرارها كبير على الفوز بهذه البطولة بالأخص الكونفدرالية وعشان كده كان الاستعانة بكابتن أهاب جلال أحد المدرين الفنين الجيدين في الكرة مصرية في الوقت الحالي بنبارك لهم إن شاء الله استمروا في هذا الوضع حتى إن شاء الله آخر مدى في هذه البطولة على الجانب الآخر المصري كان متصدر قبل لقاءه أمام قتوه النهاردة وبيخسر واحد صفر في هذا اللقاء وبالتالي مع مكسب مازينبي أيضاً النهاردة مازينبي هو اللي بتصدر في هذه المجموعة والمصري بيجي تاني ثم قتوه في المركز الثالث بنفس رصيد المصري أمامكم على الشاشة مازينبي ست نقاط ثم المصري في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من مكسب وقت عادل وقتوه في المركز الثالث بنفس الرصيد ثم القطن الكاميروني برصيد نقطتين في المركز الأخير طيب يعني دي نتيجة اللقاء وإن كنا نتمنى لمصري النهاردة يعني ترجمة نانسي قنقر